أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة من دورة تهليم برنامج كامتازيا ستوديو ضمن نبلومة المونتاج نبدأ في البداية من قائمة أنوتيشن قائمة أنوتيشن تحوي الكثير من الأدوات الهامة والمهمة في آلم المونتاج عند فتح قائمة أنوتيشن في الأعلى توجد الكثير من القوائم والشنالات كل قائمة تحتوي على مجموعة أدوات أول قائمة اللي هي قائمة كل آوت تحتوي على الكثير من الأشكال والرسومات البسيطة التوضيحية طبعا في البداية مكتوب بايسيك ممكن أنو نغير البيسيك يعني المجموعة البسيطة إلى أول حتى نشوف كل هذه الرسومات وطبعا كل هذه الرسومات سهلة وبسيطة ممكن أن ننضيفها إلى شاشة العمل من خلال سحبها وإدراجها إلى التايم لايم وطبعا نقدر نتحكم بالمساحة والمقدار الزمني لكل شكل بالإضافة إلى ذلك نقدر نغير مكانه ونتحكم بالنص اللي بداخله طبعا أكيد على اليمين من Annotation Properties نقدر نغير الشكل إذا كان Solid أو Gradient متدرج وطبعا نقدر نغير اللون ونقدر نغير الأوبوسيتي الخاصة بالشكل بالإضافة إلى ذلك نقدر نغير الأوتلاين اللي هو الإطار نقدر نتخلي أي إطار آخر فنضح أخلي إطار أبيض وطبعا نقدر نغير بالثيكنيس اللي هو السمك ونتحكم في الأوبوسيتي الخاص بالإطار أكيد هذه الأشكال نقدر نضيف لها Animation ونقدر نتحكم بها من خلال الترانزيشن وأكيد من خلال البيهافرز أيضا بالإضافة إلى قائمة Cloud أدنا قائمة أخرى اللي هي Arouse and Line الأسهم والخطوط طبعا أدنا مجموعة كبيرة من الأسهم والخطوط مثلا لو أردنا نضيف هذا الخط أو السهم طبعا نقدر نتحكم بالطول الخاص بالخط وحتى يكون الخط بنفس الاتجاه أفقيا نضغط على Shift حتى يكون أفقي بشكل تمام وطبعا هنا نأدنا على اليمين نقدر نغير هنا بداية الخط أنه يكون بداية مثلا سهم أو بداية مصمتة فرغة ونقدر نغير المنتصف يكون خط منقط أو centerline أو خط صافي والنهاية نقدر يكون نهاية بسيطة أو نهاية سهم وهكذا طبعا نقدر أيضا نضيف animation إلى هذه الأشكال بالإضافة إلى قائمة Rose لدينا قائمة Shapes قائمة Shapes تحتوي على أشكال هذه الأشكال هي أشكال هندسية ممكن أنه هذا الشكل اللي هو النجمة طبعا أيضا نقدر نغير بالمواصفات الخاصة بالشيبز كما نستطيع التغيير في مواصفات كل أوتس عدنا قائمة أخرى اللي هي قائمة Blur and Highlight طبعا هذه القائمة مهمة جدا في عمليات المونتاج قبل لا نشرح هذه الأدوات خلي نضيف صورة معينة من Media Import ولتكن هذه الصورة وهذه الصورة ندرجها إلى Timeline من خلالك الكعيمن و Insert to Timeline نرجع إلى قائمة Annotation ومن ثم Blur and Highlight أول خيار اللي هو Blur Blur راح يضيف لنا تشويش يعني مثلا إذا في منطقة معينة ريد نخفي جزء من الصورة من ريد تظهر ملامحة ممكن أنه نضيف Blur وطبعا هذا البلور نقدر من قائمة Annotation Properties نقدر نتحكم بكمية البلور وطبعا نقدر هنا نسوي Invert يعني أنه شكل المحدد يكون شارب واضح والمحيط يكون بلور ممكن أنه نلغي Invert راح يرجعنا البلور على الشكل المربع طبعا ومن قائمة Visual Properties نقدر نتحكم بالScale خاص بالبلور والOpacity الخاصة بالبلور أيضا إضافة إلى ذلك أنه نقدر نتحكم بظهور البلور يعني هنانا مثل ما نلاحظ أنه البلور يظهر بشكل مباشر ومباغت على الشاشة نقدر نضيف لTransition Fade In حتى يظهر بشكل تدريجي يعني نروح على Transition ومن ثم Fade ونحاول أنه نزيد مقدار الفايد ونلاحظ أنه ظهور البلور بشكل تدريجي وجميل جدا وأنا طبعا أنصح أنه البلور ما ينضاف بشكل مباشر ينضاف بشكل تدريجي حتى لا يكون مباغت على المشاهد يعني إذا نحذف الترانزشن نلاحظ ظهور بشكل مباشر وينطي انطباع سيء عند المشاهد نرجع إلى قائمة Annotation عندنا الجزء الآخر اللي هو Spotlight اللي هو يطينا إضاءة على منطقة معينة من الشاشة وبقية الشاشة تكون معتمة طبعا نقدر نتحكم بالسكيل والأوبسيتي وأيضا من Annotation Properties نقدر نتحكم بكمية الإضاءة وكمية العتمة وطبعا أيضا مثل ما نوهنا أنه يفضل هذه الأمور كلها لمن نضيفها نضيف وياها Transition Fade حتى لا تكون بشكل مباغت عند المشاهد يعني نلاحظ هنا أنه البلور يكون بشكل تدريجي ويكون بشكل جميل جدا نرجع إلى قائمة Annotation والخيار الآخر اللي هو Highlight طبعا الHighlight راح يضيفنا تشبع بالألوان وهذا التشبع أيضا نقدر نضيفه بشكل تدريجي من خلال أنه نضيف Transition Fade حتى يكون بشكل تدريجي مثل ما نلاحظ جميل جدا عندنا جزء آخر اللي هو Interactive Hotspot طبعا Interactive Hotspot يستخدم في الفيديوهات المنشورة على اليوتيوب يعني مثلا أنا عندي هذا الفيديو في النهاية أريد أشير إلى موقع آخر مثلا موقع الكتروني أقدر أخلي الفيديو يكون تفاعل يعني المشاهد يقدر يضغط على مكان معين راح يودينا إلى رابط معين يعني مثلا هنا أجي من قائمة Annotation أجي من قائمة Annotation وأضيف شكل معين مثلا هذا الشكل برابط معين يعني مثلا يضغط على هذا الرابط راح يودينا إلى موقع معين فحتى أخلي هذا الرابط هو Interactive أو حتى أخلي هذا الجزء هو Interactive تفاعلي أروح على Annotation ومن ثم أجي إلى Blur & Highlight ومن ثم أضيف Interactive شكل Interactive وأخلي هذا الشكل هو مشابه للشكل المضاف على الشاشة وطبعا عندنا من خيار أن الـ Visual Properties ننزل إلى الأسفل ونقدر نضيف URL الرابط اللي من خلاله راح يودينا على موقع معين عند الضغط على هذا الـ Interactive طبعا ليس فقط هذه الأشكال نقدر نضيف فيديوهات وهذه الفيديوهات ممكن نربطها بروابط أخرى الجزء الأخير من هذه القائمة هو Pixelite Pixelite أنه يضيف تأثير البيكسل على الصورة طبعا تأثير جميل جدا نقدر أنه نضيفه على الصورة وطبعا من خلال Annotation Properties نقدر نتحكم بتأثير البيكسل ومن Visual Properties نقدر نضيف Scale والOpensity وطبعا مثل ما نوهنا أنه يفضل أنه هذه التأثيرات جميعا نضيف لها Transition Fade حتى لا تظهر بشكل مباشر يعني مثلا نلاحظ هنا تأثير البيكسلاي تأثير جميل جدا على الشاشة الجزء الآخر هو Sketch Motion Callout طبعا عبارة عن رسومات توضيحية ممكن أنه أنبه بيها المشاهد على فد مكان معين مثلا أحب أنبه على هذه الشجرة وطبعا هذه الرسومات عادة تستخدم عند عمل الشروحات يعني ممكن أنه أجي على Annotation Properties على Thickness أتحكم بالThickness وأشوف شين راح يصير طبعا عبارة عن رسومات بسيطة أوضح بيها للمشاهد طبعا ممكن أنه أضيف هذا الشكل مثلا هذه علامة الصح وطبعا أقدر أغير اللون وأقدر أتحكم بجميع الخصاص الجزء الآخر اللي هو Shortcut Keyboard طبعا أيضا يستخدم عند الشروحات لما أريد أنوه إلى أنه هذا الأمر يتم من خلال زر معين أضيف هذا الاختصار وممكن طبعا أقدر أتحكم بالحجم وطبعا أجي على اليمين أضغط هنا دبل كليك وأضغط مثلا Shift و B Automatic Union راح يظهر لي Shift و B شون أكتب أنا بالكيبورد شون أضغط Shift و F Automatic Union راح يطبق على الشاشة طبعا هذه هي قائمة Annotation بشكل سريع ومختصر ولكن إحنا بإمكاننا أن نطبق بها المواصفات والخصائص وندمج هذه الأدوات حتى نصنع تأثيرات جميلة قائمة أخرى شرحناها بالفيديوهات السابقة بشكل مختصر اللي هي قائمة Behavards قائمة Behavards تحتوي على الكثير من المؤثرات الجميلة والرائعة هذه المؤثرات ممكن أن نضيفها على الفيديوهات والصور والنصوص يعني مثلا أنه أنا عندي فهد نص معين لما نجي على قائمة Annotation ومن ثم أروح على Annotation مثلا Call Out وأضيف مثلا هذا النص هذا النص أغير لونه إلى اللون الأحمر وأغير Size خليه فيها المنطقة وأرجع إلى قائمة Behavards ممكن أنه أضيف للتأثيرات الحركية عدنا هذه التأثيرات الحركية مقسمة إلى أشكال كل شكل ينطينا تأثير معين مثلا هذا الشكل اللي هو الـ Drafting أضيفه وألاحظ التأثير جميل جدا طبعا بالمناسبة أنه عدي هنانا هذا السهم يعني أنه التأثيرات المطبقة على هذا الشكل طبعا هنانا مطبق تأثيرين تأثير الأول اللي هو الـ Drop Shadow راح أمسها والتأثير الثاني اللي هو الـ Behavards اللي هو Drafting طبعا أيضا نقدر نحذف هذا التأثير من خلال نضغط على Click ومن ثم Delete طبعا عدنا مجموعة تأثيرات ممكن أنه نطبقها هذه التأثيرات جميلة جدا طبعا هذه التأثيرات بيها بعض الخصائص هذه الخصائص سهلة وبسيطة يعني مثلا أدنى هذا التأثير نلاحظ أنه هذا التأثير يظهر من اليسار إلى اليمين وإذا كان عندنا الناس عربي هذا التأثير لا يناسب المحتوى العربي فلازم أنه نغير اتجاهها طبعا شرحنا هذه الخاصية في الفيديوهات السابقة ولكن راح نعيدها بشكل مفصل أكثر نجي نضغط Click على هذا السهم ومن ثم نضغط على التأثير ونجي على اليمين على اليمين هنا عدنا الStyle اللي هو شكل التأثير طبعا نقدر نختار التأثير المعين طبعا عدنا أشكال إضافية لهذه التأثيرات نقدر نختار أحد هذه الأشكال مثلا فايدين هنا عدنا Type اللي هي مقسمة إلى شيئين أول شيء اللي هو Object وشيء ثان اللي هو Text مثلا راح نضيف هذا التأثير وإذا نلاحظ أنه هذه الأحرف تظهر حرف حرف يعني مثل ما تلاحظون أنه أول مرة يبدأ حرف l-A بعدين حرف l-B بعدين حرف l-C فإذا رحنا على الخيار اللي هو Type أول خيار اللي هو Object طبعا Object رح يحول النص إلى شكل وكأنما هذه النصوص هي عبارة عن صورة تظهر بشكل واحد يعني مثل ما نلاحظ هنا مثل ما نلاحظ أن الصورة رح تظهر الأحرف كلها سوية أما إذا رجعناها إلى Text نص مثلا رح نختار Right to Lift مثل ما رح نلاحظ أنه رح تظهر حرف حرف مثل ما تلاحظون هنا رح تظهر حرف حرف هذا فيما يخص هو الفرق بين Object و Text طبعا عدنا هنا ال Direction Direction مهمة جدا اللي هي الاتجاه يعني اتجاه التأثير طبعا منين نريد أن يكون التأثير يكون ناخذ تأثير آخر حتى يبين عدنا الاتجاه مثلا هذا التأثير نضيفه ونشوف التأثير مثل ما نلاحظ هنا الاتجاه يكون من الأعلى إلى الأسفل مثل ما نلاحظ أنه الخيار Top اللي هو التأثير من الأعلى إلى الأسفل لو اختارنا هنا ن Right رح نلاحظ أنه التأثير رح يظهر من اليمين لو اختارنا Left رح تأثير يكون من اليسار وطبعا ضروري جدا أنه ننتبه إلى التأثيرات لو اختارنا Bottom رح يظهر من الأسفل الأسفل طبعا عندنا هنانا Pons اللي هي شدة التأثير مثل ما نلاحظ هنا أنه التأثير أصبح قوي جدا أما إذا اختارنا Pons قليل مثل ما نلاحظ أنه التأثير تأثير الحركة بطيء وسريع الأوف سيت اللي هي المسافة بين حركة وحركة مثل ما نلاحظ هنا شوف الحركة يعني مثلا المسافة بين حرف B وحرف A زادت اللي أن الأوف سيت اللي هي التباعد زادت لو الأوف سيت كان قريب مثل ما نلاحظ هنا أنه المسافة قريبة جدا وهكذا طبعا البيهافارس سهلة جدا ونقدر نطبقها ليس على النصوص ممكن أن نطبقها على الأشكال والصور يعني ممكن أن نضيف هاي الصورة بشكل آخر في هالمكان ممكن هذي الصورة راح نضيفها في هالمنطقة وممكن أن نطبق عليها بيهافارس يعني مثلا ممكن هذا البيهافارس ونشوف التأثير جميل جدا ممكن أن نطبقها على قائمة أنوتايشن يعني مثلا هذا الشكل وطبعا نقدر نطبق بيهافارس مثلا هذا التأثير ومثل ما تلاحظون جميل جدا طبعا هذه التفاصيل بسيطة ومهمة جدا نقدر نوظفها بشكل صحيح في الفيديوهات حتى تعطينا تأثيرات جميلة نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى